أخ فايز لا يخفى عليك الأمر أنه في كتير من المؤمنين بالرب يسوع عم بيواجهه ديقات وعم بيواجهه اضطهادات وكلام المسيح مظبوط عم بيشجع بس هي حقيقة أو حتمية عم بتسير في هذه الأيام ولربما أكتر في الأيام القادمة عندما قال يسوع المسيح لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل أقول مما تخافوا فإذا في ناس عم تأذي الأجساد وفي ناس يعني كتير من المشاهدين في حالة رعب في حالة خوف إيه هو مصيرنا بسبب إيماننا بيسوع المسيح خلينا أقول للتلات مرات اللي ربنا قال لا تخافوا بالجامعة يجاوبوا على سؤال حضرتك أول مرة قالت للرعاط في لقى اتنين قال لهم لا تخافوا لأن الملاك ظهر والنور عظيم أضاء فخافوا فالملاك قال لهم لا تخافوا ليه ما يخافوش الرعاط الغلاب المساكين دولا فقال لهم الحيثية لا تخافوا لأنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرابع ما تخافوش لأن المخلص جاء أنا لو هكلم مؤمنين يعني مجربين خايفين ظروفهم دايقة هقول لهم إيه هقول لهم لا تخافوا لأنه مش ولد لكم لأنه هناك مخلص يظهر أمام وجه الله لأجلكم واترنموا من قلوبكم بنغمة عالية إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه يبقى بالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته بحياته في المجد من كل مشاكل البراء إيه المشكلة اللي عندنا أي مشكلة يقدر يخلص منه هذا الخلاص الكامل خلاص كامل يعني ماضي حاضر مستقبل خلص ويخلص وحيخلص ولا لست أذكره تجربة اللي لم تنتهي الإيمان يقول كده هالرب حيخلصنا من مشاكلها من ألمها بيخلصنا بطريقته الحكيمة مش بالطريقة اللي احنا عايزينها مش بالسيناريو اللي انا عايزه بس مهم نكون احنا في مشيئة الله فما تخافوش ما تخافوش ياللي متدايقين ياللي مجربين ما تخافوش فأول مرة بالجمع لا تخافوا للرعاة وبعدين قالها زي ما حضرتك قلت هنا مرتين في اللقى 12 عدد 4 ولقى 12 عدد 7 لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد يعملوا إيه الإرهابيين اللي بيقطعوا ولا حكي يطلقوا الروح والنفس من عقال الجسد لا دي أخره وبعدين يقدروا يودونا جهنة بعد ما يودفتونا لا وحتى لو لما ساعة مديجي زي ما شفنا كتير قوي مؤمنين اتقطعت رقابهم شفت السلام والهدوء لأن لو الرب سمح لمؤمن ده شرف عظيم قوي أن المؤمن حيتقتل من أجل المسيح ما تعتلش هام وقته ما تعتلش هام لأن روح الله والمجد يحل عليكم بقوة زي الصفانوس كده زي الشبان اللي تقتلوا في ليبيا والسلام والهدوء اللي كانوا روح الله والمجد حل عليهم فما تخافوش منهم اللي هيتلوا الجسد خافوا من اللي يقدر يقتل الجسد وينمي في جهنم هو ده الرب اللي يقدر يعمل كده من هذا خافوش فما تخافوش من الإرهاب وكده وقت الله يعين الله إذا سمح للرب بكده ما تخافوش بس هذا بيتطلب إيمان قوي جدا وحالة استعداد يعني طبعا يعني أكون بسبب حمود بسبب أمانتي للرب مش بسبب أنا أمانت ومحبت للرب مش بسبب أن أنا عملت حاجة خطأ لأن أي مجد لكم إن كنتم تلطمون ومخطين فتصبرون غلط وحتعقب عشان كده أنت سهل لكن إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله والرب ملزم بقى أنه ساعتها يكون معاك